متابعين الكرام اسعد لي اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة اليوم حبيت قدم لكم وصفة الكيك كتير من الصبايا طلبوا مني اني اعمل لهم كيك وشو هو بديل محسن الكيك شو الاسباب يلي بيخلي الكيك ينجح وكمان شو الاسباب يلي بيخلي الكيك ما ينجح معنا ويهبط بعد ما بتكونوا تكلفتوا عليه وبعد ما بيكون يعني بالفرن شكله كتير حلو وبعد ما منطالعوا من الفرن منلاقي الكيك عجن كل هالاسباب رح نحكيها بأثناء شغلنا للكيك وكمان رح اعطيكم بديل محسن الكيك بالبيت بابسط الطرق ابل ما نبلش بتمنى منكم اذا كنتوا جدادة لقناتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس وكمان اذا شفتوني بستاهل اللايك فبتمنى منكم تحطوا لايك للفيديو وتوصلوا هالفيديو لاكبر عدد من اللايكات وكمان تعملوا مشاركة لأصدقائكم وخلونا نروح للطريقة والمقادير بالخطوة الاولى رح نحتاج ملعقة طعام من اللبن ملعقة طعام من السكر رح اضيف عليهم ربع كوب من الطحين وربع كوب من الماء الفاتر هاي هي الخلطة السحرية الخلطة هاي بديل محسن الكيك يلي رح يخلي عندكم الكيك كأنه حطينا معه المحسن هلا انا بدي خلط المكونات كتير منيح مع بعضهم وبغطيه وبتركه على جنب لحتى انخلص بقيت المكونات ومنرجع للخليط بدي اترك كل خليط لحتى يتفاعل وكمان يختمر وهذا الشي رح يساعد الكيك على الارتفاع وهلا انا هون بدي جهز ورق الزبدة لانه الكيكة يلي رح نعملها رح ترتفع معنا كتير فمشان هيك لازم اعمل اطراف للصينية عندي حتى ترتفع الكيكة برياحة من دوما اتكب لبرا هلا عندي مثل ما وكم لاحظين اخدت ورق الزبدة عملتها مربعين وبرجع بعملها مسلسين باخد اياس الصينية من جوة بقص الورقة الزبدة بهذا الشكل بترك تقريبا صانتيين زيادة وهلا بدي افتح ورقة الزبدة وبدي اشكل الاطراف هلا هون بدي احط الاطعة الثانية للصينية شايفين الارتفاع هذا ما بيكفيني الكيكة رح ترتفع كتير وكمان بخاف انه تفور معي وتطلع لبرا بشان هيك لازم ارفع الحواف لحتى ناخد كيكة مرتفعة وتاخد كمان راحتها بالاسناء الخبز هلا هون شايفين اخدت من ورقة الزبدة بهذا الشكل وقصيت الارتفاع اللي بدي اياه ولاحظوا معي حطيت نكاشات الاسنان بهذا الشكل لحتى الاطراف يعني ما لا متساوية شوفوا انه ملاحظين ورقة الزبدة فيها شوية تعرجات وانا بدي خليه هون ساوين بهذا الشكل وبعض ما جهست الصينية بتركها على الجنب بشغل الفرن على درجة حرارة 150 من فوق ومن تحت وهلا بدي حضر الطحين حطيت بالاول كوب واحد من الطحين وملعقة كبيرة من البيكن بودر اختاروا نوع بيكن بودر يكون جيد لحتى كمان البيكن بودر رضور كتير كبير بارتفاع الكيك هلا هون انا عندي ثلاث اكواب الكوب كوب المقاص عيار 250 ملي حطيت ثلاث اكواب من الطحين ملعقة كبيرة من البيكن بودر وبنخلهم بهذا الشكل برفع ايدي شوي لحتى دخل الهواء لألبهم وبدي ادركهم على جنب وهلا نشتغل بالكيك عندي هون خمسة من صفار البيض بدي اضيف عليهم زرفين من الفانيليا او ملعقة صغيرة من الفانيليا خلاصة الفانيليا السائلة ورح اضيف عليهم هون ملعقة واحدة من عصير الليمون وكمان رح اضيف كوب واحد من السكر وهلا بدي خلط الصفار البيض لحتى احصل على لون على تقريبا بيض يعني لازم اللون الاصفر يقلب عندي على لون الابيض لاحظوا معي الشكل هلا كيف بيصير هيك بهذا الشكل وهلا بعد ما وصلنا لهذا اللون شايفين هذا اللون اللي بدنا يا رح اضيف عليهم كوب واحد من الحليب وبرجع بخفو المكونات وراح اضيف هلا ربع كوب من الزيت النباتية حاولوا الزيت ما يكون له طعمة لاحظوا معي لكل ها الكمية حاطينا بس كوب واحد من الحليب ربع كوب من الزيت كترة السوائل بالكيك بيخليه كمان يهبط وكمان بيخليه ما ينجح معكم انتبهوا السوائل ما تكون كتيره بالكيك هلا هون حطيت ملعقة كمان من برش الليمون وبيدي طبعا حاولوا مطروا البياض لحتى ما يمرمر معكم الكيك هلا هون بدي نزل الطحين بالتدريج بخلطون مع بعضون لحتى اتأكد انه اختفى عندي الطحين برجع بنزل على ثلاث مراحل شايفين لازم هيك يكون عند القوام ما يكون بقلبه ابدا الطحين ما له مخفوقه كتير منيح هلا شايفين بعد ما نزلت الطحين على ثلاث مراحل بهذا الشكل بضل بخلط لحتى اتأكد انه اختلط الطحين مع بقية الخليط شايفين لازم ننتبه الكتير منيح للسماكة ولازم ننتبه كمان انه الخليط الكيك ما يكون فيه سوائل كتير لانه السوائل بيخلي الكيك ارتفع بسرعة وبعدين وقت اللي من طالعه من الفرن بيبلش بيهبط وبيعجن هلا هون محسن الكيك اللي عملناه لكل كوب من الطحين بتضيفه ملاقتين من هاد المحسن مراحزين معي هلا انا هون حطيت 6 ملاق لانه انا حاطة 3 اكواب وهلا برجع بخلطهم مع بعضهم بهذا الشكل وبعد ما اتأكد انه الخليط تنخلط عندي كتير منيح بتركوه على جنب ومنروح لنشتغل ببياض البيض عندي هون كمان خمسة من بياض البيض طبعا البيض بدرجة حرارة المطبخ وهون رشة صغيرة من الملح وبدي اخفؤون مع بعضهم وبعد ما وصلنا لهذا القوام بدي اضيف كوب من السكر البودرة حضيف السكر بالتدريج بنزل لحتى يختفي عندي السكر وبرجع بنزل مرة تانية وبظل بخفؤ لحتى نوصل لهذا القوام لحظوا معي هلا بدي ارفع المضرب الكهربائي لحظوا معي انه ارتفع معي البياض وما بيرجع بينزل بهذا الشكل هيك بيكون كمان البياض عندي صار جاهز هلا بدي حط قصب من البياض وبدي حرك بهذا الشكل شايفين اتجاه واحد ما بصير اخلط من كذا اتجاه نفس الاتجاه اللي انا عم اخلط فيه بظل بعمل لحتى يختفي عندي البياض كله وبرجع بحط بقية البياض فوق الخليط لحتى يختفي عندي طبعا على دفعتين او ثلاث دفعات ما بيأسر المهم ما نطالع الهواء من قلب الكيك طبعا الطريقة هي كتير سهلة وقتل انتو بتكون تشتغلوا فيه بالكيك الطريقة سهلة ولكن الشرح لازم يكون هيك بحزافيره لحتى انتو تعرفوا كل الخطوات الاساسية يلي لازم تعرفوا ملاحظين معي السماكة الكيك كيف هيك لازم يطلع معكم السماكة هلأ بدي نزل الخليط كله بصينية الكيك لحظوا معي الفقاعات يلي بقلب الكيك ما طالعنا الهواء نهائيا من قلبه وهلأ كمان خطوة كتير مهمة واساسية هي الخبز طريقة الخبز لحظوا معي انا مشغل الفرن ع درجة حرارة 150 من فوق ومن تحت ولكن حطيت صينية فرن من فوق لحتى اخد بس الحرارة وما يتغير لون الكيك عندي هلا بتشوفوا لون الكيك كيف رح يطلع رائع وانا حاطة الكيكة من تحت الاول رف الكيكة رح تاخد معكم 70 دقيقة بالفرن يعني سبعين دقيقة لازم تضل الكيكة بالفرن بعد الخمسين دقيقة بتحطوا نكاشة الألسنان بقلبه وبالطلوة اذا طلعت ناش فيه بتتركوها كمان عشر دقايق لحظوا معي اللون رح يتغير بس شوي شوي ليش لانه نحن حاطين على درجة حرارة 150 وهي الدرجة الحرارة ما بتحرق الكيك ولكن بتخلي الكيكة تستوي من جوا وكتير خطوة اساسية ومهمة اذا الكيك عنا مو مستوي من جوا كتير منيح هذا الشي بخلي كمان الكيك يهبط هلأ بترك الكيكة لحتى تبرد تماما ألا بتاع الوش الثاني وهي هي النتيجة شايفين الكيك ما هبط عندي ولا صلوا اي شي فيكن هاي الكيكة تغطوها ببلاستيك الطعام بعد ما بتبرد تماما بتحطوها بالبراد وفيكن تستخدموها طبعا اه انا بفضل انكم تستخدموا الكيكة تاني يوم بتكون اخذت التراويه وكمان بتكون اه بتساعدكن على الشغل اكتر يعني حاولوا تخبزوا الكيكة اول يوم وتشتغلوا فيها التاني يوم وهلأ انا هون بدي اقطع الكيك طبعا انا عندي هون لسا الكيك ما برد تماما ولكن كنت كتير مستهجلة حتى صوره فمشان هيك انا قطعت الكيكة وهي السخرية لاحظوا معي الكمية الهواء ضلت نفسها بقلب الكيكة وما طلعت نهائيا وصدقوني طعمة الكيكة طلعت كتير رائعة اهم الشي تمشوا بالخطوات صح وقت الخبز كتير مهم درجة حرارة كتير اساسية عملوا نفس طريقتي بالخبز ورح تحصلوا على نفس النتيجة ان شاء الله بتمنى الوصفة اتنال اعجابكم شكرا كتير لكم ولمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته